ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية فوق مستوى 3360 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي سعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق إلى 3363 دولاراً لكل ألف متر مكعب يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه شركة الطاقة الروسية غاز بروم أن دخل الغاز الطبعي عبر خط الأنابيب السيل الشمالي 1 سيتوقف لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الـ 31 من أغسطس الجاري